عندي الحقيقة برضو نهارد المتحدث العسكري قال الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مراحل التدريب والتأهيل البدني بالإكاديمية العسكرية المصرية وطبعا بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعرض من قادة القوات المسلحة وده كان فجري اليوم النهاردة ده الفجر أهو قدام حضراتكم وشاف مراحل التدريب والتأهيل البدني والمهاري المختلفة لطلبة الإكاديمية العسكرية المصرية ودارس يعاند من الدورات المدنية اللي قدام حضراتكم اللي كانوا بيتدربوا دول مش بس طلبة القوات الحربية لا كمان القطاعات المدنية اللي بتاخد دورات في الكلية أو في الإكاديمية الحربية الإكاديمية العسكرية بنفس الطريقة وبنفس السياق اللي انتوا حضراتكم شايفين قائد العام للقوات المسلحة شاهد عدد من الأنشطة الرياضية اللي بتنفس بشكل يومي تسهم في الحفاظ على أعلى معدلات اللي يقفى البدنية للطلبة أعقبها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة ميادين الفروسية مختلف الأنشطة الخاصة بالتهيل البدني والعسكري للطلبة في نهاية الجولة التقى الفريق أول عبد المجيد صار بطلبة الأكاديمية العسكرية ودريس عدد من الدورات المدنية وشاركهم تناول وجبة الإفطار ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير القائد الأعلى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية ولكل الحضور وأشهد بما لمسوا من مستوى إعداد متميز للطلبة وأوصاهم بالتفاعل في التدريب من أجل الحفاظ على جاهزيتهم الدائمة